موسيقى مرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا رسول الإسلام والعفريط والسؤال من موقع فتوى إسلام ويب بيقول إيه؟ أريد أدلة في وجود صفة خاتم النبوة في الكتب السابقة غير قصة سليمان الفارسي وبحير الراهب في واحد بعد سؤال عايز يعرف أدلة وجود صفة خاتم النبوة في الكتب السابقة غير قصة سليمان الفارسي وبحير الراهب وقد نشوف الإجابة دوني فقد وردت نصوص عن صفة خاتم النبوة عن غير هزين الرجلين فمنها ما رواه مسلم عن عبدالله ابن سرجس رضي الله عنه قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن دناغ دي كتفيه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال السقاليل ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال ورأيت الخاتم عن كتفيه مثل بيضات الحمامة يشبه جسده وثبت ذلك عن غير بحيرة من أهل الكتاب والحقيقة هنا عندي سؤال هل النبي كان يعني متعلم بعلامة معينة؟ يعني فيه نبوءة بتقول كده إن فيه نبي هيتولد وفيه علامة عند كتفه فين النبوءة دي طيب؟ ومين تكلم عنها؟ وخلينا نشوف إجابة هتقول إيه عشان نشوف المشكلة الأكبر يقول لنا كده فقد قال السيوتي في الخصائص أخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي بلد فيها رسول الله قال في مجلس من كريش يا معشر كريش هل بلد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم والله من أعلمه قالوا احفظهم أقوله لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفه علامة فيها شعارات متباترات كأنهم عرف فرص وهنا بقى فيه سؤال مهم اليهودي ده عارف من فين أن فيه طفلة ولد هو اليهودي ده كان يعني مكشوف عنه الحجاب كان نبي كان ايه يعني بيقولهم يا معشر كريش أنه عرضت ولد فيكم مولود بين كتفه علامات فيها شعارات طيب ده حتى أمه ما كانتش تعرف أنها خلفت نبيه ولا حد كان يعرف المهم يشوفوا اليهودي قال ايه وخلينا نكمل الإجابة ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفه علامة فيها شعارات متباترات كأنها عرف فرص لا يرضع ليلتين وذلك أن عفريتان من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه من الرضاعة فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا قد ولد العبد الله ابن عبد المطلب غلاما سموه محمد هل من علامات النبوة إن العفريت من الجن يدخل صباعه في بقه في بقه محمد ويمنعه من الرضاعة أنا أفهم من كده إن الرسول ده يعني أنا لما أقرأ حاجة زي كده أفهم إن الرسول ده ملبس من الشيطان من أول ما تولد حاطت صباعه في بقه علشان ما يرضعش طيب فين ربنا ليه مش بيبنع الشيطان إن يحط صباعه في بقه للرسول أو العفريت ده في بقه الرسول وإزاي يعرف الشيطان ده إن ده هيكون هو النبي والشيطان بيعرف الغيب وحاطت صباعه في بقه عشان ما يرضعش ويموت الممو كل واحد يسأل مين اللي تولد النهار ده مين اللي تولد النهار ده مين اللي العفريت حاطت صباعه في بقه يعني هل ده يوقع يا جماعة يعني أنتو دلوقتي تخيلوا معايا القصة واحد يقول ده حاطت صباعه في بقه عشان ما يرضعش فيعود يدور على من العيل اللي الصباح اللي عفيت في بقوه قالوا لا دا عبدالله عبدالله في غلامة ولد وسموه محمد اللي أنا أعرفه يعني ان كان لما تولد سموه قصم يعني هم بيقولوا سموه محمد ونكمل الإجابة فالتقى القوم حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر قال فإسهبوا معي حتى أنظر إليه فخرجوا به حتى أدخلوا على أمنة فقال خرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن زهره فرأى تلك الشامة فوقع اليهودي مخشيا عليه فلما أفقوا قال ويلك ما لك قال والله ذهبت النبوء من بني إسرائيل أفرحتم به يا معشر قريش أما والله ليستون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرك إلى المعرب طبعا هنا بيقولك كده أن رحوا لليهود وقالوا إحنا لقينا الطفل اللي العفريت حاطت تصبعه وبقه يعني وكتفه في العلامة اللي انت قلت عليها راح اليهودي ده أغمى عليه لما شافه يعني قال أمنة تعالي وريني راح تأمنة طلعت فلما شافه أغمى عليه يعني حتى إحنا يعني في السيرة ما نعرفش أن أمنة كنت عارفة أنها خلفت نبي بس مهم فقال لهم خلاص راحة النبوءة من بني إسرائيل وانتوا كده يعني فرحتم المفروض ده المفروض يعني بعد الحادثة بتاعت اليهودي والعفريت حاطت صبعه وبقه والحاجات دي المفروض أن كل الناس عارفة أنه هيكون فيه نبي فالسؤال اللي بسأله هل أمه كانت عارفة؟ يعني طب أمه عارفة ممكن أمه تبعده عنها ست سنين وتديه لوحدة تانية تردعه وما تهتميش به وعطته طبعا كل الناس عارفة أنها يعطته الحليمة السعادية عشان تردعه وكلما حليمة السعادية تحب ترجعه لأمه أمه ترجعه هلو ترجع لحليمة السعادية لولد تاني وهو نفس غاية 40 سنة ما كانش يارف النبي غاية مراحل غار هل الكلام ده يعقل؟ وخلينا نكمل الإجابة وقلنا هذه القصة حصلها الحافظ بن حجر في الفتح وعزاها إلى يعقوب بن سفيان وقال الحافظ بن رجب في لطائف المعارف بعد إيرادها هذا الحديث يدل على أنه ولد بختم النبوة بين كاتفيه طيب لو في حد شكك في الرواية دي حسنها الحافظ بن حجر العفريت كان حاطط صبوعه في الرسول يومين أو المتولد وتعالوا كمان هوريكم حاجة كمان شوفوا معي في صحيح البخاري بيقول إيه سمعت رسول الله يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة إني أعيزها بك ووزريتها من الشيطان الرجيم سورة العمران ستة وترتين قرره أبو هريرة ومصدر البخاري وحكم المحدث قدامكو على الشاشة يعني رسول الإسلام مش بس العفريت حط صبعه بقو يومين لأ كمان منخص من الشيطان يعني الشيطان مصه كمان شوفوا الحديث اللي معاه اللي جاي هيقول إيه إن رسول الإسلام قال إيه إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وطبعا التسيح قدامكم على الشاشة يعني دلوقتي رسول الإسلام أول ما تولد أول ما تولد العفريت حط صبعه في بقو وللتين عشان ما يرضعش والله ما حماهوش منه وما نعرفش برضو الشيطان عارف إزاي إن ده رسول عشان يحط صبعه في بقو أو العفريت يعني ومنخص من الشيطان وكمان كان بيجري الشيطان مجرى الدم مجرى الدم عشان هو قال كل بني أدم كده ولو انت هتقول لي إن نخص الشيطان وجريان الشيطان مجرى الدم لكل البناء أدمين أقول لك لأ الكلام ده كلام فاضي هو بيعترف على نفسه إنه ملبوس من الشيطان من ساعة ما تولد فبيقول كده كمان إيه بيعمل عملية إسقاط فبيقول كل الناس كده منخصين من الشيطان والشيطان بيجري في دمهم فده بيدل على إيه ده بيدل إن الرسول كان ملبوس من أول ما تولد ملبوس من الشيطان العفريت حاطت صباحة ببقه منخص من الشيطان الشيطان بيجري في دمه هل تفتكروا ان دمه ممكن يكون رسولا عند ربنا والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم